صحبة الفستان الازرق انا في حالي وما كنتش اعرف اني بتصور حظبي الله من كم ساعة كان في فيديو لبنت لابسة فستان ازرق وبقى يعتبر من اكتر الفيديوهات اللي تصدرت الترند بشكل كبير خلال الساعات الاخيرة على مستوى مصر والعالم العربي وده بعد ما ظهر في الفيديو بنت مصرية في العشرينات من عمرها لابسة فستان ازرق اللون وبتقوم بالرأس الفرح من الافراح الفيديو اصر ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وبقى كله يبحث عنه فيطر ايه الحكاية بترجاكم اي حد ممكن يشوف الفيديو ممكن يعتبرني اخته ويمسحه انا والله كنت فرحانة لصحبتي اللي هي صحبة عمري كله ودي اول مرة ارقص في اي فرح اصلا مش عارفة اعمل ايه انا تعبانة حرفيا وبعاية كل دقيقة وبقيت متضمرة خالص حسبي الله ونعم الوكيل ده كان التعليق اللي قالته البنت اللي كانت لابسة فستان ازرق اللي كانت فرحانة لصديقتها اللي حصل انه انتشر فيديو للبنت اللي لابسة الفستان الازرق بشكل مجنون وكبير على مستوى مصر والعالم العربي وكان في الفيديو بتظهر بنته وبتقوم بالرأس في فرح صديقتها بشكل مسير جدا وده اصار التفاعل الكبير في الساعات الاخيرة مع الفيديو وزادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة بشكل كبير عن الفيديو المسير وصاحبة الفيديو لكن البنت كان اسمها ياسمين من السنبلوين يعني من الده اهلية ياسمين معروفة في وسط اهلها بالاحترام والاخلاق لكن بعد ما انتشر الفيديو ده طبعا الدنيا سودت في وشها وقالوا عليها كلام يقطع القلب ويدمرها نفسيا وبتقول انا كنت فرحانة بس انا غلطت انا اصلا ما كنتش اعرف اني بتصور وصاحب الفيديو اللي نشره ربنا ينتئم منك ويتردلك في اعز ما تملك انا ما كنتش اقصد كده انا كنت فرحانة جدا لصاحبتي انا اصلا عايشة في حالي وبس انا مش عايزة حاجة من حد انا عملت محضر وربنا هيجيب لي حقي وفي ناس بتقول عادي يا جماعة بنت فرحانة لصاحبتها زي اي بنت كل الفكرة ان الشخص اللي صور الفيديو ده راجل مريض علشان يصور حاجة هو يقصدها هو مين في مصر ما عندوش اختة او زوجة ما طلعتش ترقص مع صحابها على المصرح كلنا بنفرح لصحابنا واهلنا وعادي لكن الفكرة في المريض اللي صور الفيديو ونشره لازم يتحاسب ودي بعض الاراء اللي متعطفة مع ياسمين بعد ما تعرف انها ضحية وانتهك خصوصيتها هي كانت فرحانة لصاحبتها وفجأة حد يصور وينشر عشان يبقى ترند فيطرت قول ايه لياسمين ضحية شخص مريض نشر فيديو عشان يبقى ترند موسيقى